هنبدأ نعمل مشروع بس ما هنشروع يعني. ما رفض نسألنا عندها خطاز وفوضناها. لأ المواد هنبدأ. ما غير الواحد تخذ. ونشوف ازاي نبدأ في المشروع بازن الله. تمام? فعشان ابدأ تعالي بلس كده على الصفحة الرئاسية. اللي موجودة عندنا. بناي عمني هنا البروجيكت. دي الحاجات الخاصة بالمشروع. والمشايا اللي موجودة معي. اخر اربع ما فتش شغلت فيهم. وفي دي اللي هي لو حابة تتداء معنا حابةها مسافر. بشو ما اندسها? احنا نبدأ مسافر النهاردة. لو حابة انت تتداء معنا. اه اه. تمام? فالفامليز دي زي بلوكات. عناصر جوه الريفت. وحنا ممكن نقسمه لسيستم فاملي اللي هي تبقى موجودة في قلب الكمبيوتر. تمام? زي ايه? زي الحوائب. يعني انا لو بدأت اشتغل بشو قولي ما فيش حوائق عن بك. زي الكيبر تريز زي الزاقطاب زي البايب. كل الحاجات دي موجودة عبارة عن اه فاملي جوه المشروع نفسي. وفيه فاملي لوجه والقادرة حمنا بنعناك. زي الابواب والشبابيك والاعمدة وهكزا. طيب لو جينا نبص هنا فيه رسورس دي بيتيني بعض الهلب. بيتديني مسلا ايه الجديد في الازدار دوت. بيتديني بعض الفيديوهات. اه في دروس تعليمية. في حاجة اسمعت ديسك ايه ديسك ايه ديسك ايه ديسك ايه دوت. ديسك ايه دوت. ده عبارة عن متجر بيتديني ادنس بيتديني اه 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 دخلتيني. بيتديني ادوات بتسهل عليه في شغل. دي عبارة عن ادنس او بيسمى ايه ايه اه لايه اسم تالي في الاكتاب. تمام? عبارة عن ادوات بتدي طاقة وبتدي قوة للبرنامج. يكون في حاجة مش موجودة في البرنامج بيعملها. مثلاً التسليح في البرنامج ضعيف. فهو بيدينا اداء للتسليح. الاستنسرات موجودة بشكل ضعيف. فهو بيدينا اداية تعمل الاستنسرات على كل مباشرة. كلام? فبيدينا حاجات تسهل علي الشغل. فالقبس دي سعب بتسهل علي. وبلاي حاجات كواسة جدا وفيه حاجات كتير فرية. يعني عن سبيل المثال ممكن اقول لدوارلي في الرفت. دوارلي في الحاجات الفريد. دوري في حاجات الاركتكتشور. بيبدأ يجيب لي الحاجات المعماري اللي ممكن تزهل عليها شغل. زي ان انا اصدر اوتوماتيك من الريفت لالكسيل على طور. زي مثلا ايه تاني ايه? في حاجات اسمها روم فينش. دي اداة برضو. اللي هو عبارة عن ايه? انا عندي الغرف عملتها وعايز اعمل فينش. فعايز ايه اقول له واحد ملي للحوالة اللي عندي. فبقول له ايه? روم فينش. فبيبدي هو يعمللي حط الفريق خالص بصمك اتنين ملي بالفنش اللي انا عايزه. تعم? في حاجات مثل خاصة بيه? ان انا اختار نوع الازاز اللي انا عايزه. في حاجات اسمها وكس رو. كل الحاجات دي موجودة ببلاش. وبتدي كل البرنامج. خلينا نجرب مسلا روم فينش. هوت. اعبعت لكم الرابط لو حد عايز يجرب عليه بس يزي مكون عنده حساب آآ اوتو ديسك. خلينا نجرب عندي دولوت. او نسحت واحد نيجا واحد نيجا يعني حاجة بس تخلص. ننسي طول. مفتح بقى الريبت. ايه حد كده? طيب. دلوقتي انا عايز ابدأ مشروع جديد. هقول له مثلا عايز ابدأ نيو. ماشي? فجاب لي قيمة بالتمبليت اللي موجودة في المشروع. دول مش بس التمبليت اللي انا عموك هشعر عليه. وممكن نقر له براوس. واختار جديد. تمام? كل دي بقى في حاجات خاصة في حاجات خاصة في حاجات خاصة في حاجات خاصة بسلا بالعمارة وهكزا. طيب هاختار مسلا انا عايز الاركتكتشر. اللي كنستركتشر معناه ايه? معناه المعماري والانشائي في نفس الملف. طيب انا اختار دلوقتي مسلا الاركتكتشر. قل له قانسل وقل له انا عايز الاركتكتشر تنبليت. التنبليت وهبراع الملف فيه الاعدادات المزبوطة بتاعتي. طيب اقول له دلوقتي ايه? اوكي. انا ممكن نفتح? طيب ايه الفرق بين المعماري والانشائي في موضوع المعماري والانشائي? ليه بتاحه المختلفة? عشان نفرق عملي? عشان فيه مسلا انت بتاعني فتح ونشوف ايه الفرق بينهم. الاستركتشر بيكون عامل لي لوحة فيها الانالاتيك مسلا. طب انا ممكن اخد اللوحة دي خطها عن خلاص خلاص بها تنبليت الاتنين. ايه الفرق بين المعماري والمي بي? الامي بيكون متزبط فيه الفيتنج. تمام? فلو انا متزبط الفيتنج في الموضوع بتاعي ينفع الشغل بين معماري وانشائي وكهرامكاني. تمام? يعني الفكرة كلها في بعض التعديلات. لو انا عملتها التنبليت بدايش بشغل كله. اهو. هيبدأ ارسم الدكت. خلينا خليه اه ميكانيكلا. البيو ده يخليه ميكانيكلا. اه ميكانيكلا. لما اجي ارسم الدكت. هيبدأ ارسمه. ما بدون امشف خالص. فلنرسم على الارتفاع اوطة من على الف وماتين مسلا. المشكلة بقى لما هجي اخد اه قوع. الفيتنج مش موجودة في المشروع دوت. طيب ازاي حمل الفيتنج? ده انا جيت هنا. وعلنت على دوت ودخلت كده في طيب. هلاقي ان الروتنج بريفرنس كلها نان. ليه ما فيش حاجة بتحملت في المشروع دوت? تمام? فانا لو حملت الفاميلي خلاص هيشغل معي بدون مشاكل. طيب خلينا نعمل تيمبيليت استراكشور. اقول له نيو بروجيكت. وقول له انا عايز واحد استراكشور. طيب الفري في استراكشور ايه? الموضوع الاناناتيك. موضوع اللي انا قلت له ان انا عايز احط اه مسلا اه عمود كلهم. فلاقي في اعمدة جاهزة. تمام? ممكن يكون محمل الفاميلي الخاصة بالتسليح. تمام? فبيوفر عليها وقت. ان انا ممكن احملهم. طيب. اللي انا عندي تيمبيليت. انا اشغلت على تيمبيليت معمالي. وانا في نص الشغل اكتشفت ان انا عايز احط حيات انشائي. افتح الاتنين مع بعض. افتح الاتنين مع بعض. وروح لقايمة منش. هاجي هنا. وقول له ان انا عايز المشروع الاولاني المشروع اللي هو معمالي. وروح لقايمة فيه امر جميل جدا بيوفر عليها وقت. اللي هو ترانسفير بروشيكت ساندرد. ترانسفير بروشيكت ساندرد. بيشوف ايه الحاجة كويسة هناك ويبدأ اخدها. طيب ببقى فتح الاتنين مع بعض. وقول له ترانسفير بروشيكت ساندرد. تهم? فبيقول لي المشروع التاني ده اللي هتنقل منه. ويقول لي عايز تنقل من كل دوت. فقول له مسلا شيك اوت. وابدا يشوف عندي مسلا بتاعة عندي مسلا الحاجات الخاصة بيه مسلا الاعمدة القمرات الحاجات دي كلها. ممكن يكون في ملف انا مزبط حاجة معينة مسلا مزبط الاعداد دي لات الرندر. والاعداد مزبوطة. فبدل ما انا اخدها واحدة واحدة بتاخد وقت. المرة فات الكلامنا على الفلتر. فبدل ما اعمل فلاتر واحدة واحدة. لأ انا ممكن نسحب كل الفلاتر. انا عملتها في المشروع اللي فات وعطوه هنا. فده امر بيسهل على كتير اول. اللي هو امر فلتر. ان انا بدل ما ابدأ الشغل من الاول لا انا ممكن اصحب الشغل. طيب. حاجة تانية. لو انا عمل اسكادولات في مشروع وعايز اسحب اسكادولات دي عندي. بدل ما انا اجي هنا وروح اجيب في اسكادول وقول له راكليك وقول له نيو اسكادول. وابدا ادخل اسكادولات. لأ انا قبل كده اعملت اسكادول زمان وكان كويس. ليه ابدأهم سفر. فانا اعملوا ازاي بقى? عايز اسحب اسكادولات. عايز اسحب الشيتات. عايز اسحب حكي تلون. اروح لقائمة insert. وروح لقائمة insert from file. تمام? خلاص. ممكن اقول له بقى انا عايز اسحب views from file. واختار ملف كده يكون في شغل كويس. اوليكم مسلا. انا مش ظهم نستطيع الشباب ده. انا شغل عالفينوتامنتاشر. الفينوتامنتاشر. في مشروع ان نشغلين في الفينوتامنتاشر اليومين دول. لسا لسا بنبدأ فيه. تبع يو سي سي. وكشر. خلينا ناختار واحد معميري. ده مشروع حقيقي شغلين في دلوقتي. عبارة عن بسطش. انا قلت له ما تفتحش المشروع. قلت له دور على الحاجات دي اللي قدر اصحابها من المشروع دوت واخدها عندها. وانا شغال بالجالي كده مشروع فى لقيته حل. هقول له انا عايز الحياة اللي موجودة فيه. اشتركوا في القناة طيب هو كده بيفتح الملف ويبدأ يشور وردة الملفات اللي موجودة. طيب لو احنا بنفكر كده نبدأ مشروع كده ازاي? اول حاجة ممكن اعملها او بيقول لي بقى ايه? عندك اسكادولات اهو. خلي بالكم ما فيش انه ولا اسكادول. ما فيش ولا اسكادول في المشروع. تمام? هعلم على اسكادولات اللي انا عايزها. تمام? ممكن اعلم برضو على اشتات. وكل واحد بقف عليه بيبدأ يجيب لي صورة برفيو ليه. اه. ده شكل الشيت وده شكل الشيت. ممكن اقول له بالاول شيك قول. واقول له. اوكي. فيبدأ يسحب الشتات والاسكادولات جاسة. طيب احنا اصلا ما فيش حاجة عندنا في الشغل. فلو جيت بصنا كده هتلاقي كل الاسكادولات فاضية. هتبدأ ابدأ طول ما انا شغال. كل ما ارسم حاجة يبدأ يزهر معنا في اسكادول. اولا حط عمود يبدأ يزهر في الجدر بتاع العمل ده. مسلا الروم. اهي فاضي خالص. ما فيش ولا روم في المشروع. طول ما انا بدأ الشغل هتبدأ تزهر معنا الاسكادولات. والحصر. اللي طبعا المعندسة قالها ممتنة بي. هستند مركزة اول ما جات صورة الاسكادولات. طيب. طيب اول حاجة ممكن اعمل ايه? اول ما ابدأ مشروع. ايه الحاجة اللي انا ممكن ابدأ فيها? طيب اول حاجة ممكن ابدأ بيها ان انا ازبط الارتفاع بتاعتها. تمام? ليه? عشان امريكا كده هيدربها بعد شوية. اه اول حاجة عملها هتخل على وهبدأ اشوف الارتفاعات اللي هنشتغل عليها. طيب. فيه خط هنا خط ده بتاع ايه? اه الدكت اللي احنا رتبناها شوية. تمام? طيب لو انا عايز بيبقى 3d هكي هنا اقول له fine. يبدأ ازهر معي. طيب. اقول له delete. طيب. ابدأ بقى ازبط ال level 8. ده عندي level 1, level 2. اليونت مزبوطة. ثو راح بقى ايه مكمن? هقول له level. اول ما بختار level بيبدأ ازهر معي make brand view. فانا ممكن اقول له ايه? انا محتاج 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 الفلور محتاج الاستراكشور. اجبتها من ايه من اركتكتشور? level. وهذه اخترت make brand view. brand view type. ظهر لتاع بيبدأ الحاجات دول. هقول له اوكي? وابدأ ارسم الحاجة اللي انا عايزها. على رتبعة مسلا تلاتة متر ربعمية اهو. من هنا الهنا. اوتوماتيك ظهر عندي level 3. في الاستراكشور وفي الفلور وفي السيليم. المرة اللي كان اللي كان بيعمل التمبليت. مكانش اعمل فيه استراكشور. فlevel 1 وlevel 2 ملهمش استراكشور. تمام? طيب اعمل لهم ليه استراكشور? اعمل لهم ازي استراكشور? حاجة من قامل view. تمام? وروح اقيل له انا عايز اه بلان فيو. استراكشور بليه? فهيبدأ يشوف ايه اللي اللي ما لها استراكشور. تمام? اللي لها استراكشور مش هزيره. طب لو انا عايز يزير برضو الحاجة اللي موجودة قبل كده هشيل العلامة داية. فانا عندي كده level 1 وlevel 2. عالم عليهم وقول له اوكي. بقى موجودين عندي هنا فلسراكشور. ماشي? طيب. يبقى انا هدخل هنا برضو في الفشل. هل دول اللي انا محتاجهم ولا محتاج حاجة كمان? ممكن اقول له انا عايز واحد كمان. اقول له level. وابدأ ارسم. هدوس على الجرد غير. وابدأ ارسم من هنا لهنا. واستنى لحد ما الخط يلقط معي. ليه على اساس لما اجي اسحب بعد كده في اي لحظة? يبقى كلهم اشين مع بعض. لما يبقاش في واحد فيهم. منفاصل على التاني. طيب لو انا عايز يبقى واحد فيهم منفاصل بحيس ابدأ اسحب اشيل العلامة دي. وابدأ اسحب. لو رجع تاني خلص هيبدأ يرتبع. طيب لو انا عايز اخلي الكلامة دي تطلع فوق. بدوس هنا. وازبطها بحيس تطلع. طيب. level 4 قادر اعدل? اه. قادر بتعدل الاسم وتسميه مسلا. طيب. بيسأل لي بقى بيقول له ما عايز الاسم الجديد ده. يسمع في كل الفيوهات ولا في ده بس? فب يقول له اوكي. فاسمه فعلا بتعدل فيه اللوحة الستركشور. وروحة الفلور. ولوحة السيلينج. ولو في اي لوحة ثانية برضه اسمها هتعدل. يعني لو فيه متاخذ نسبة ليه. طيب بعد كده لازم ارسم جريد. اغلب الناس بتبدأ من غير level ومن غير جريد. طيب هابده ارسم جريد هقول له الجريد. هو اوتوماتيك بيبدأ يعدل. طب انا لو عدلت دي مسلا خلتها فور بوينت وان. يعني نشوف هيعمل ايه? فور بوينت وو وهكذا. طيب ابدأ ممكن اقول له انا عايز جريد بقى كده. واخلي دي بالحروف. كابيتل ايه? طيب. بعد كده جريد. ممكن اقول له مسلا دلوقتي انا عايز اعمل ديمانشن. دي اي. عملت ديمانشن من هنا لهنا 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 لهنا. طيب عايزهم كلهم بيساوي بعض. هدوسوا علامة هيبدأوا يساوي بعض دلوقتي. طيب. يعني لو انا جيت على ده وسحبته كده. يبدأ هم يزبطوا نفسهم بنفسهم. طيب. ممكن اجي هنا. بدل ما هو آآ بكتب لكلمة هيقول له لأ دي انا عايزك تكتب لفاليو بتاعتها. فيبدأ يجيب لفاليو. طيب. لو في هنا رقم مسلا خوط في حاجة او المسافة قريبة. ممكن اسحبه كده شوية. ماشي? طيب. لو انا جيت اسحبته هنا وحس ان الشكل الارك ده بش حلو. عايزه خط. هدخل هنا في ايدي. طيب? هنا بلاقي كل الاعدادات اللي اقدر اعدل عليها تعدل في العنصر نفسه. طيب? لو دخلت كده ولاقيه عندي ثلاثة انواع. طيب اول نوع ده كام وده كام وده كام طيب. النوع اللي بعد كده. بيقول لي لا يعني اول خط من اول نقطة لتان نقطة كام. وبعد كده اول نقطة لتان نقطة. اول نقطة لتالت نقطة. اول نقطة لربع نقطة. بالشكل دوت. يعني من واحد لاربعة بنساوي تلاتة متر وواحد وواحد من عشر. طيب. ممكن ناجي هنا. وقول لا ده انا عايز بقى ايه? ادخل عدل. في واحد كمان. بيبدأ يجمعهم مع بعض. يعني من هنا هنا كزا. ومن هنا هنا بخمسون متر ومن هنا هنا تلاتة وعشرين. وبعد كده بواحد تلاتين. بدأ يجمعهم. فاللي احنا متعودين عليه? لو دوت. طيب. القوز ده عايز اخليه خط. هدخل هنا في اليدة. طيب. وبعد الاركة هخليه لاي. طيب المسافة مفروض تبقى دقيقة. قدر احدد المسافة. اللي در تيك مارك. اللي هي العلامة ديت. ممكن اقول له. انا عايزة على هاية اسفل مسلا. وشو ليدر? هو ان تكست موف. لما تكست تحرك. ممكن مسلا ايه? لين ويت. لين ويت اللي هو السمك لما هده اطبعها. او المفروض ان الخطوط دي تبقى خفيفة فهم خلينا واحد. لو انا خليتها مسلا اربعة. هتبقى تقيلة. تظهر معي امتى? لو انا دست على العلامة دي. كده خفيفة كده اللون تقيل شوي. طيب. لو جيت هنا تاني. بيقول لي ايه? آآ آآ كنترول فيه جاب بن 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 اول نقطة والمسافة ديت. ممكن تحكم في الجاب ديت. ممكن تخليها مسلا عشرة. ودي عشرة مسلا. بيبدأ يخلي فيه مسافة من هنا لهنا. من اول نقطة اللي سحبت منها لهنا. ممكن تخليها مسلا تلاتين. تلاتين. آآ هخدناها اكتر من اللازم. اشنين مسلا اشنين. ايه بالشكل ده. ممكن تحكم في بتاع الخطوط بدل ما هو اسود تدي له اي لون تاني. الممكن تدي له مسلا لون رموضة عشان لي بقى خفيف شوية. تعم? آآ التكست نفسه الكتبات نفسها ممكن تخليها آآ آآ التكست سايز بسلا انت بدل ما تلاتي تخليه اثنين مسلا. بتلاقي الكتبات صغرت. ممكن تكست يعني لو فيه كلام آآ او خطوط تحت دي يتعامل معها ازاي? يعني على سبيل المسال ده انا سيحط ده وحطيته هنا على الخطوط ديت. تمام? لاحزة عمل ايه? عمل اول حاجة تخلي لون رماضي زي ما احنا اتفقنا. زائد ان الخط اللي تحت الكتابة عمل له يعني لو عمل مربع كده اي حاجة في المربع ده بتختفي. طيب لو جينا هنا تاني وقلت له لأ انا عايز ادخل في الايد طيب. وقلت له لأ خليها بدل ما هي آآ باقي ولأ خليها خلي في شفاية. فلو فيه اي شغل لحوائد او كده تبدأ تظهر الشغل بتاعي. يعني اختيار كويس لو احنا جايين ايه آآ نشوف التباعة تبقى عملت زي. طيب هنبدأ نرسل من حوائد بس قبل ما نرسل من حوائد هتعمل حاجة صغيرة كده. عشان مش ماندسة نشوة. وقول له ان انا عايز اعمدة كلهم. ففيه اختيار هنا اسمه يعني حطولي الاعمدة مكان الجريد. وفيه اختيار لازم احطه اللي هو بدل دبس ده هاي. يعني ما يبقىش تحت لا يبقى الفوق. وخليه بس ان حد لفل سريل. يبقى انا كده هرسل معمود. بالليف اللي انا فيه حد لفل سريل. لو احطله دبس يبقى هينزل ايه? للدور اللي تحت. وهختار حاسمها يعني اول ما تلاقي خطين قطعين مع بعض حطي العمود. ماشي? يعني كل ما تحط عمود ابدا هحطيه التاج بتاعه. فجاب لي الرسالة دي معناها يا بش ماندسة. ما فيش فاميلي للتاج. يعني في فاميلي العمود بس التاج بتاع تاني عمود اللي مش موجود. فهقول له yes وراح راح ليه للانوتيشن. واقول له civil ولا structure structure. احنا كنا بقول عمود انشاء structure كله. اه 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 اوبن. طيب بعد كده بقى هبدأ اسحب. كل جريد معي. وقول له ايه? finish. هيبدأ هحطيلي العمود. ويبدأ هحطيلي برضو ايه الاسم التاج بتاع العمود. اول ما غير دوه التاج هتغير مع عادي اوتوماتيك بضي مشاكل. مشاكل ده. طيب نعمل التراجع او بلش نعمل التراجع نعمل مسح للزيت. طيب دلوقتي بعد ما رسمت الحاجات دي عايز ابدأ ارسم بها الحواد بتاعتي. اقول له architecture. اقول له انا عايز ارسم wall. مسلا اهوت من هنا. لهنا. طيب. وعايزين نرسل مسلا عمود برضو اه اه حطة من هنا هنا. طيب. فاكرين في اداء احنا استطلناها في اول مشروع اسمها لو روم فنش. هختارها. اقول له. بيقول لي بقى اختار الول نوع الحيطة اللي انت عايز ترسمها. بيختار حاجة تكون رفاعة خالص. تسعين بريكة هي مسلا. اقول له اوكي. طيب اه اعطاك النعم بيبقى محتاج روم عشان تتحط. اه بيقول لي. اقول روم in current view. يبقى لازم نكون في روم عشان نبدأ ننفس فيها. طيب. خلينا نعمل روم. تمام? وخلينا الاول نروح architecture وقول له روم. والروم عبارة عن ايه? اي مكان مغلق. فاللو بلاحظة كده مغلقة بيبدأ احط الروم. ممكن احطها manual يعني ابدأ هنا. او اقول له place room automatically. حط انت اي مكان تلاقي ينفع تحط. حطه. تمام? طيب. بيقول لحد level كام? بقول له مسلا من level one. اه اربعة متر. يبقى كده كل الرووم هتبقى اربعة متر. طيب اقول له place room automatically. قال لي انه هما 8 rooms. طيب خلينا بقى نروح لادنس. و اقول له skirting board. كل room حطيلي فيها date. اعمل لي الحطة او اعمل skirting صغير هوت. اه. لو جنبس على في 3D. اه. ده skirting جوا. تمام? طيب وبرده ممكن نعمل ايه تاني? ممكن اقول له في عندي حاجة اسمها floor finish. لو انا عندي اي room بيبدأ احط floor finish. طبق رفياع كده ال finish في تحتي. تمام? فلو بصينا في 3D. نراقي ان هو عمل لي هو floor finish لكل حويت. تمام? فدي بقى بعض يعني اه مثال اللي بتوفر عليه وقت. طيب. طبعا احنا فتحنا كزا ويندوز بيقول لي switch windows بيقول لي قال لي شوف انت عايز اين ويندوز تفتحه. لو انا عايز اقفل كل معدل الموجودة هقول له close here. طيب تعالي بقى ندخل على ال schedule اللي احنا كنا نفتح شوية. room schedule. ظهر عندي التمانية schedule. بالlevel بتاعهم بالarea بتاعتهم. وكزا. وكل المعلومات اللي انا محتاجة. الجدول دي احنا ما عملناش خدناها من مشروع تالي. تمام? لو احنا برضو بصينا على مسلا حاجة زي ما فيش wall. بس في مسلا view list. بدأ اياه خد ال view list ويحطها هنا. ما نعمل واحد. تعال نعمل نعمل الاستراكشور. بس خلنا نحط الاستراكشور الاول. طيب. خلنا نحط معمود معماري. اهو. ماشي? الفكرة كلها ايه? انا لما ببدأ شغل المونتس المعماري بيبلغ يحط الاعمادة بتاعته. تخمينية. تمام? وبعد كده الانشايد يقول له دي وحط الاعمادة بقى ايه? بالمقاسات الحقيقة بتاعتي. وبرضو نفس الفكرة الحاجات اللي في السيليك. اللي هو الشغل مسلا الاضاءة والتكييف والحاجات دي كلها اللي يبطل من الحاجات ديها. هو بيحطها اه مجارة بس كدكور ويبدأ شوف شكلها وحاجات كده. وبعد كده ينصق بينهم وبعد كده اللي هو التكييف في القهربة. ايه بدي يحطي حاجة بالمقاسات المزبوطة والشغل المزبوطة. عشان ايه? نوفر على ستالة الوقت في فانا حطيت هنا مسلا ايه? العمود دوت. طبعا مش مش صح. معاس بتاعه اكبر وكل حاجة بس كمثال. احط بقى عمود برضو معماري تاني. مسلا هنا. طيب. لو انا بقى عايز احط بقى عمود انشائي هقول له وقول له الكولوم. عند حاجة افتراني اسمه ايه? كل ما تلاقي عمود معماري اللي هو الانشائي. اه 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 ابدأ اعلم على الكل المعماري. حطي لما كان هو معمود انشائي هوا. تمام? طيب ممكن برضو ايه? ماشي. خلي انا خلي في عمودين كده انشائي بس. اجي هنا واقول له new schedule. ماشي? ايه? اختار structure كلهم. الفيس مهم قوي. تمام? لان انا لو اخترتها غلط ممكن ايه الجدول اطلع فاضي. ده لو حاجة اصلا جاي مع المشروع. ابدأ باشوف ايه اللي انا عايز اضيفه. مسلا هضيف ال count. ال best level. ال best offset. الكوست. الطيب name. نعم. انتي اضرق. احنا مسلحناش بس خلينا نشوف كده. لا ما في ايه. لا هتلاقي في حاجة خاصة بال طيب ايه? طيب بعد كده ممكن اقول له الممبر فورس او سكشن شيب او البروشكت انفورميشن. كل حاجة دي او درصار منها. لو انا عندي لينكات. هو ده ما يكنش موجود بس عشان ازاي استيل. اه اه. ممكن ان نسحب عمود انشائي ونبدأ نحط حطر. موحد استيلها نسلاحه ازاي. طيب نحط دلوات عمود خرصانة ونبدأ شوف. لو انا سحب لينكات. هقول له اوكي هيبدأ اعمل لي جدول في العمودين اللي احنا ايه? لسه حطينا. طيب خلينا ندوف عمود انشائي ونرجع دين. هقول له وودأ شوف هنا عمود انشائي خرصانة لأ. وهقول له انا عايز ونبدأ نختار اي واحد من دول اهوت. ممكن اقول له بحيس ان انا بعد ما نحطه ابدأ ايه? اه اليفه ازاي من اعيز. طيب. بعد ما حطيته هوت. اعلا نبص على الخاصات بتاعته. في خاصية هنا اسمها اه طيب. خلينا نلغي دول كده. اولش نرجع بقى العمود اللي بتاعنا. اه نجيبه من انالاتك. ايه بش ما اندس اجيبه من اين? طيب اعتقد استيمت. في استروقشل متاريال لو حد اعايز متاريال. في اه منبار فورس. اه 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 اه. طيب خلينا نبص ايه ايه الخاصية اللي موجودة هنا? اللي هي ايه ايه انابل اه في ربار كفر. طيب خلينا نبص على ربار كفر ديت. سنرجع ليه الآة ايه الاء. مكننا مسمينه ايه. بشي موجودة. لا هي الفترة كلها ان في بعض الحاجات بيكون ايه عبارة عن المترجم للقناة. امتالي ممكن نعمل جدوى الخاصة بالتسليح من مفاصل عندها. في واحد خاص به اهو في استراكشل ربار اهو لوحدة. نبدأ بنشوف ايه الحاجات اللي هعملوك من ندقة. احنا ريزا ما عملاش ايه تسليح خلص. اهو جاي بفاضي. ده انا حبينا نسلح العمود ده بسريعا عشان ايه? الاغلبية معماريين. طيب لو احنا عايزين نبدأ نسلح اللي عمود ده سريعا هجي انا من وقول له بيقول لي اه ده لسه اصلا مش متعرف في المشروع. فلازم نحمل الربار. عشان كده بقول لحضر لك الفورة تبليت المعمار والشاي. ان الربار تكون متحمل جايز. فبا ابدأ بقى ايه ابدأ اشوف التسليح بتاعي. اه? اه لازم يكون اه. طيب انا احطه بشي مضبوط. مو بشي مضبوط اللي هبعملو دوت بس ايه? انا عايز حاصر بس. مش اه. فبادأ يعمل لي حاصر ليه? التسليح اللي موجود فيه. اه المشروع بالاستامبيل كود بالماتيريال. باللي هو كتستارت كل حاجة. نرجع بقى لاركتكتشر. وعايزين نشوف الحوايت دي ممكن نعمل فيها ايه? الحوايت دي ممكن نبدأ اضيف لها كزا آآ كزا لير. بحيس ان بقى اظهر عندي الفينيش. فقول له انسيرت وقول له ده الفينيش. وابدأ اشوف الفينيش اللي ممكن تكون مناسبة ايه? وقول له مسلا ان اعايز ايه? كاربت مسلا من اي حاجة. تمام? وقول له الفينيش دي هطلح فوق. يقول لي ما فيه سيكنيس. انت لازم تحطي سيكنيس. طيب. سيكنيس عشرة. طيب. وقول له انعايز اعمل انسيرت. فينيش. فينيش. وقول له دي. اي لير مخدتش السمك. طيب ما ديكرة اضغطت السمك. فينيش. ودي فينيش. ودي سمكتها عشرة. بس خلي دي مسلا اه. اقول له اوكي. اقول له اوكي. طيب هاجي هنا وقول له ورها اللي فاين. عساس يبدأ يعمل ايه? يبدأ يظهر كل حاجة بالسمكة بتاعتها. طيب انا عايز بقى ايه? اخذ الحيطة ديت. او خلاها نرسم حيطة تانية نشوف حاجة معي هنا. بقول لسه يكون فيها كزا لير. عشان تظهر معانا للمشكلة. في مشكلة عندي. انا وهي. انا اللي هتكمل وانا اللي هتقف. يعني لو ناخد بالنا دي وقفت مثلا هنا. ودي وقفت هنا. بينما الليير دي هي دي اللي كملت. تمام? ففي ليرات بتقف وفي ليرات بتكمل. تمام? طيب عند التقطعات بتحصل مشكلة دي. وبتحصل برضو لما حط مثلا زي باب مثلا. حطيت الباب هنا. تمام? فهل الليير تقف ولا تيجي هنا وتلف? تمام? ممكن الليير تيجي وفي لير معاينة تيجي تلفة عند الباب. طيب. تعال نشوف القصة دي. ندخل هنا عند الحيطة ديت. طيب. ايه. اللي محطوط على العلامة دي. معنى كده انها لما تيجي هنا هتوقف. اللييرات هنا في القلب الجزء بتاع لا محطوط انها لازم تكمل. تمام? طيب يعني انا لو شلت العلامة من دي. وشلت العلامة من دي. وشلت العلامة من دول. ورطلو اوكي? هتبدأ انها ايه? كانت بتكمل. ايه. اللي اول كتعاملت ازاي? دعا نشوفها. اه. بص في الانت. محطوطا عن. لأ هقول له اللي يكمل. هنا دي يعني في اخر الحيطة. وهنا يعني لما يكون عندي باب. طيب هقول له هنا. يعني الحاجات اللي في النحية دي والنحية دي هيكملها. طيب اوكي. بص حصل ايه هنا? اللي موجودة في الفينش اللي برة جت ولفت عند الباب. والفي الفينش اللي جوه جت ولفت عند الباب. طيب في الاخر هنا خالص. مفروض ان كلهم بيقفوا. طبعا شكلها هيبقى وحش قوي. ان اي حد واقف شاف التفاصيل اللي هناك. وممكن اقول له ادت. وقول له لأ في النهاية خلي الاكستيريور هو اللي يلف. اقول له اوكي. اقول له اوكي. فييجي يخلي في الاخ خالص الاكستيريور هو اللي يلف معي. طيب عند التقاطر تعالي نشوف عن التقاطر. بكر انا اللي يرى فيهم القوية اللي هيحصل لها رابس. ممكن نقول له مسلا. دي خليها داون في قلب الكوفي. بصوا اختلفت هنا ازاي. داون. داخلتها في الكوفي. دي برضو داون ايه. نعم. ونشيل العلمة بتعترف الربستيت. او او الشلق اصلا. تمام. اه. اه. لموت. انا بيبدو اشوف انا فيهم الاقو. خلاها هيا اللي كام. طيب انا عندي هنا برضو في تقطع بين دهو ده. ماشي? عايز اتحكم في شكل القطع اللي هنا. ممكن اجيب اعمل ايه من موضافايل? هل ايه عندي هنا امر اسمه والجوين? هابدأ اختار كده. ممكن احيث اتكمل بالشكل دوت. تمام? عندي اكتر من شكل. عندي شكل دوت ممكن اعكسها. عندي شكل دوت. بعملها بزلق 45. عندي سكوير اوف. بعملها بشكل دوت. تمام? ممكن تقول له view setting او clean join. او don't clean join. او ممكن تقول له disallow join هيخلي كل حيطة لوحديها. كان ينفيش اي تقطعات خلصة. او انهم اللي اتنين بشكل دوت. طبعا طبعا بشكلها يعني مش خلوة. فلاحظة ان احنا نخلي في اه join بين الاتنين بشكل دوت. طيب الناس نجربها ونشوف في مشاكل. اشترا. ايش ماندز انا بعندك انسيرت. عندك حاسمة انسيرت فرون فاير. ماغور عندك انسيرت انسيرت فرون فاير طالب قامت انسيرت. طيب احنا كده حطينا الروم مهيت. تمام? لو انا عملت الليكت ايبدأ يجيب لي معلومات عن الاريا الفوليوم كل ما يعطيها ممكن احتاجها في الدرس التاحتي. ممكن اعمل الوحة خاصة بالاريا. الوحة خاصة بالاريا. هروح رايح لقامل وقول له ان انا عايز اعمل اريا بلان مسلا ليفل وان اوكي. بقول لي هو يبدأ يعمل حدود الاريا بتاعتي. بقول له دي بقى بحيث ان انت متخصصة في موضوع الاريا. ممكن اجي هنا في قامة وقول له انا عايز اعمل مسلا الاريا باوندري. هيبدأ يحدد حدود للغرفة بتاعتي. ممكن انا اقول له الحدود بتاحت مسلا من هنا لهنا مش المبنك قول له مسلا. مع كسا. الوحة خاصة بالدراس الاريا. ممكن اقول له انا عايز اعمل اريا. اهوت. تبدأ بتحط الاريا. يبدأ يحط لي معروة عن الاريا. دعم هم معتبر ان دي كلها اريا واحدة. فنبدأ قسمهم بقى اقول له لا دي انا عايز الاريا بوندري. ممكن مسلا الاتنين دول انا عايز اعطيره باريا الوحدي. الاتنين دول اريا الوحدي. ممكن غرفة واحدة تقسمها الاتنين اريا. الوحة دي لازم انت ايه المجرب بس الوحة في معلوماتي خاصة بيه الاريا. اهوت. والشكل ده. هو حتى بحطها في جزء كده الوحدو اسمها اريا بلان. بحيث تبعرف معروف بالاريا بحيث ان انت لو انت عايز تبيع غرف معينة حاجة زي كده. طيب لو انا عندي الغرفة رفسها. عايز اقسمها. ممكن اجي هنا. اقول له الروم دي. اعمل لها روم سيبريتور. بقسمها النصي مسلا. فلما تجي تقول له الروم بيعتبر دي غرفة دي غرفة. طيب انا عايز اظهر المعروفات الكاملة عن الغرف دي. اقول له اا عايز اعمل روم تاج. تاج اول نوت تاج. هعمل تاج لكل لكل الول وكل الدور وكل الروم. فيبدأ يحط لي كل المعروفات بشكل ده. طيب عايز طول ما انا شغال يبدأ يزهر لي الخطين دور. فهخش هنا في في. وخش في الروم. اقول له انتريور فيل. ورفرانس. الرفرانس اللي هي الخطين. فيبدأ يزهر لي لون ويبدأ يزهر لي الخطوط دي. ونفس الكلام برضو للسيكشن. وانا اقفضل الوقت بحيس الناس طبق. اقول له اوكي. واخش بقى فيه جي. وقال له وريني الغرف لحد فين. آآ روم. فيبدأ يعمل لي الغرف بالشكل دوت. طبق هو ينوى في الحد اللي في الفرد من الغرفة دي بطولة معي وكان خلاف تبقى طولة لحد كده. وهو طبق بحيس بالفلور. يعني نوى تحطي بيبدأ يصغر الحاجة لحد ما توصل للمكان اللي انت عيس. الناس تطبق كده? شكرا 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 ك Lil surfing كر الوانهم بالرقم الورف اوكي بالشكل ده ممكن اقول له لا الوانهم لي بالدبارتمنت يعني مثلا ممكن اقول له ايه كل الغرف بتاع الادارة لها لون كل غرف الديوف او المستأجرين لها لون وهكذا فيبلغ هو ياخد الالوان ديت مثلا ممكن اقول له بالدبارتمنت لسه انا مش محدد احيات في الدبارتمنت بس لو انا علمت عن الروم دي والروم دي ونزلت هنا للدبارتمنت ودتها اي اسم مثلا خلاص ودست انتر خلاص دول بس اللي خده لون فانا ممكن نروم من خلال اي خاصية من خصاص الرؤم اجبها منين من انوتات colorful legend اشتركوا في القناة موسيقى